النهاردة قبل ما اتكلم على ضيفنا انا عندي في نقطة مهمة جدا والنقطة دي تهم الكرة المصرية ومين المسؤول عنها كل المنظومة الرياضية سواء في التحاد الكرة او الأندية احنا ما بنبص دلوقتي الكرة المصرية بتعاني بتعاني معاناة شديدة جدا انت ما عندكش لرأس حربة ولا عندك بكلفت تصور حتى لما بتيجي الأندية تتعاقد مع ناس بتجيب بالرأس حربة ولما الأندية بتتعاقد بتتعاقد مع بكلفت واحنا عنديا شوفنا علي معلول بسم الله ما شاء الله عامل ايه احمد ابو الفتوح في نادي الزمالك بيلعب شوية وبيصاب شوية سيبكوا بقى من الأندية رغم أن الأندية بتلعب دلوقتي في إفريقيا والنادي الأهلي بالذات والنادي الأهلي يعني بقى هو البسمة بتاعت الكرة المصرية انما لما نيجي نبص نلاقي الأندية كلها الأندية في مصر والمنتخبات بتعاني طب دي مسؤولية مين مسؤولية المسابقات اللي بتتعامل من خلال اتحاد الكرة مسؤولية اللي بيختاره العين اللي هي مفروض زمان كان يقولك بتشوف فلان دا يقولك هو دا اللي احنا عايزينه دا اللي هلعب في نفس المكان دا انما لا فيه مكتشفين اللي بيكتشفوا المواهب في مصر هتقول لي مصر غنية بولادها ويا ما كان عندك سيد معاوض وعندك الله رحمه عبدالوهاب وعندك نجوم كتيرة جدا بتلعب في نفس المكان دا وفي مصر كذلك دلوقتي منتخب مصر بيعاني ما عندكش ابن مصطفى محمد أنا كبلد فيها مية وعشرين مليون وداخلين بسم الله ما شاء الله على مية خمسة وعشرين مليون كمان ما فيهاش راس حربة غير واحد بس بعدين مصطفى محمد لو اتعاور طب وبعدين هتقول لي المدربين بيلعبوا بطريقة دلوقتي غير الطرق ما بحاش عنده راس حربة لا ده راس حربة ده أساسي وقديكم شفتوا قد ايه النادي الأهلي اتعاقد مع كذا لعيب فيه لعيب ممكن يمشي مع رتم مع فرقتك وفيه لعيب أكواس قوي 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 فلندية برا انما مش ماشي معاك ولا متأقلم على اللعبة بتاعتك عشان كده منيجي نبص نلاقي مسابقات الناشئين ضعيفة جدا 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 وبعدين اتحاد الكورة ليه نبقول لك أسنسوا لي أنت بتهجم اتحاد الكورة عطول والله العظيم عنا ما فيه حاجة بينه وبينه وأنا كلهم أصدقاء ليه بس أنا الصحي بقوله ما يفرقش بقى اللي عاوز يزعل يزعل واللي عاوز يتبسط يتبسط أنا لما بقولي اتحاد الكورة ليه اتحاد الكورة المفروض يطلع انذار للأندية ممنوع التعاقد مثلا لمدة سنة أو سنتين لحد ما نطلع من المسابقات بتاعتنا المسابقات اللي هي ما فيهش فكرة خالص عن أي حاجة يقولك ممنوع التعاقد مع سنتر فورود الرأس حربة أو باكليفت أو باكرايت أو أي حاجة بحيث احنا بنشوف الأماكن النقصة عندنا إيه وبين اتحاد الكورة يبلغ الأندية بحيث النادي لما يروح يتعاقد مع أي رأس حربة أجنبي أو باكليفتة أجنبي يقوله لأ ما ينفعش شوف حد تاني احنا على المكان ده عاوزين لعب مصر فيه الكلام ده بحصل في كل الدنيا ده في الدور الإنجليزي وفي الدور الفرنسي والدور الأسباني والدور الإيطالي في العالم كله في العالم كله احنا مصر جلالت قادرها بحجمها الكبير ده ما شاء الله بعدد سكانها مش عارفيني طلع مش هقولك بقى عشرة عشرة دي انت هتقولي بقى انت يعني الدرجات دي آه للدرجات دي لإن فيه موايب كتيرة جدا الناس ما بتتعبش الناس ما بتتعبش عشان تلفوا تدوروا وتجيب فلان وتجيب علان والكلام ده هتقولي طب انت ليه مرة واحدة كده قلت الكلام ده كله لإن اللي أنا شايفه احنا هنعاني لان كمية البطولات اللي جدت على الكرة المصرية والكرة العالمية بقت حاجة رهيبة جدا يعني النادي الاهلي بيلعب في بطولة الدور بطولة الكاس وكاس السوبر مصر وكاس السوبر الافريقي ودورة افريقيا دورة ابطال افريقيا وبعد كده كاس السوبر اللي اتعامل جديد وبعد كده ده حوالي ست سبع بطولات للنادي الاهلي خلي النادي الاهلي على جانب هتولت بتكلم عن نادي الأهلي هتول ما هو ده اللي موجود هو ده النادي الأهلي بيمثل مصر على جنب تعال بقى منتخب مصر تصفيات كاس عالم تصفيات أمم أفريقية فيه ايه تاني فيه بطولات كتيرة جدا يعني كاس عالم بقى هتلعب وكاس الأمم أفريقية ده كلام ده قبل التصفيات طب هتجيب لعيبة منين لا فيه عندك لعيبة ومحمد صلاح ده هتلعب الصدفة أنا هنا لما بنستضيف هنا النجومنا كل الناس اللي هي كانت بتتكلم ما بقولهم عن محمد صلاح يقولك أنا اكتشفت محمد صلاح كان الكابتن على بو جريش حمد ينوح ضيا السيد الناس ليها عين بتشوف فالمفروض في الأندية ترجع تاني للكشاف اللي هو بيلف أنت عمل أكاديميات قفو كل حتة حلوة قوي إنما عاوزين العين اللي بتشوف اللعيبة اللي هو مثلا تقول سنة 18 سنة سنة وتاخده تأقلمه مع الفرق بتاعتك إنما اللي بيحصل ده لا مسابقات فشلة فشلة أقصى من كده ما فيش أوحش من كده ما فيش المفروض يجيبوا الفرق الجامدة مع بعض أو كل مدرب واحد أو مدرب المنتخب الكبير يتفق مع سياسة في اتحاد الكورة خلي الأندية تركز لنا على أربع خمس فراودة على أربع خمس باكات ليفت أو باكرايت إحنا عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا حراس المرمى حتى من النشئين ومطنين حاجة تفرح طب إش معنى عندنا المشكلة في رأس الحربة هتقول لي أصيدي عملة صعبة يا سيدي ما اللي عنده رأس حربة كويس على مستوى العالم مش هيبيعه لإن هو اللي بيكسبه وهو اللي بدخل له بطولات وهو اللي بيجيب له سبونسرز وهو كذا كذا هسيبه إزاي لو سبته حط له فيه رقم كبير قوي وإحنا الأندية المصرية هنا بصراحة ما تقدرش تسد على الكلام ده يمكن نقول بيرامد لإن المستثمر بتاعها هو بيفكر في حاجة تاني إنما بيجيب واحد آه إنما ممكن يتعور هيلعب بمين بعض الناس تقول لي كأصل كل الكرة العالمية ده هتبتعبش بالأس حربة لا ده أساتي ده محطة محطة عشان كده الناس برضو مستعجلة على النجم اللي النادي الأهلي اشتراه اللي هو الفرنسي مستعجلة عليه موديس يعني كل ده الناس مستعجلة عليه وكل ما قال ليه لما أنا بتكلمها كده إنما أنا بتفرج قاعد في وسط الناس بتفرج على المشش على هالناس ولا كيه شفت مش عارف يباصي شفت مش عارف ايه ده لسه مجهز مجهز بدنيا هتقول لي ما بقاله شعر هنا لا هو الراجل بقاله فترة ملعبش برا فخلي بالكوا الاستعداد لفي التمرين أو الماتشات الودية غير الماتشات الرسمية الماتشات الرسمية بيعليها ضغط عصبي وبيفكر وسرعة تلبية وإيه 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 والكلام ده عشان كده أنا بقول لي المسؤول عن قطاع الناشئين في مصر من فضلكم من فضلكم لفوا وتعبوا شوية لفوا وتعبوا شوية لأنه إحنا محتاجين إحنا أجين أربعة خمسة رأس حربة حتى يبقى فيه تنافس بينهم لكن اللي بيحصل الوقت ده لا إحنا عندنا زي ما نطلقوا عدد المباراة عارفين السنة دي لو لنا عمر يا رب إن شاء الرحمن هيتلعب كم مباراة سواء في الدوري والتصفيات والبطولات اللي نطلقوا عليها دي مش أقل من تمانين مباراة عارفين يعني إيه تمانين مباراة؟ تمانين مباراة دي طحم السوبر الإفريقي اللي يتعامل جديد ده كمان جاي في وقت ما عرفش اللي يتحدى الإفريقي كله بيبص عاوز يجي فلوس إنه ما بيبصش على راحة اللعبين لازم بقى في حالة الشفاء طويلة بالنسبة لللاعب لللاعب يطلع من دوري لكاس وها عندنا هوا لسه الكاس لسه ما النهائي بتاعه محدده أو يتحدد وهي تلاعب طيب ضغط على اللاعب الضغط العصبي ده ممكن يجيب إصابات لللاعب هجيب له شد عصب ويجيب له كدمات في اللاعب عادي وكل الكلام ده إنما اللي إحنا بنتكلم فيه هنرجع ونعيد فيه مرة تانية إحنا ما عندناهش راس حربة ولا عندك باكلفت سيبك من الأندية أنا بتكلم عن المنتخبات المنتخبات إنت عاوز تخش أمة أفريقية وتكسبها وعاوز تخش تصفات كاس العالم وتكسبها عشان تروح كاس العالم وعايز واحد كويس في كاس العالم عشان يلعب وتبقى فرقة منتخب مصري كويسة إنما اللي أنا شايفه ده لا ده فيه معاناة غير عادية بالنسبة في الكرة المصرية أنا مش هكلم عن التحكيم ولا هكلم على أي حاجة ولا الكلام ده لا التحكيم حتى مش عندنا بس التحكيم طلع في الدورة الإنجليزي وشفته قدي إيه المعاناة وشفته قديه الحكم بيتحدى الفار وهنا برضو كذلك وشفنا في متشد كتير قوي في الدورة المصري الفار بيتحدى الحكم عشان يحرجوا طب أنتوا مش دارسين أمال مين اللي ماسك لجنة الحكام الدراسات بتاخد الحكام دي إيه وبعدين أنا شايف برضو من الحتة الجزئية اللي أنا معلش أنا هسيب الحتة بتاعت الرص حربة دي وخشتركوا في القناة